بسم الله الرحمن الرحيم بهذا الفيديو راح ناخذ حالات اضافية للقاعدة السببية او قاعدة الكوزيتف بالبداية اتمنى اللي ما شاف الفيديو الاول ما القاعدة الكوزيتف انه يرجع ويشوفها بعدين يشوف الفيديو هذا لان هذا الفيديو مبني على الفيديو اللي قبله اذكركم بس بطريقة قاعدة الكوزيتف طبعا تكون عندي جملة مثل هذه I cleaned my room جملة بسيطة مثل هذه طبعا الكوزيتف قلنا عبارة عن شنو عبارة عن اني اضيف اما have او عندي had او has او having مثل ما اتفقنا بناء على الشنو بناء على الفعل الاساسي في الجملة الفعل الاساسي وليس الفعل المساعد اذا عندي جملة مثل هذه بذكركم بس على عجالة بالطريقة اللي موجودة بالفيديو الاول قلنا اول شي لازم نسوي نحدد الفعل الاساسي بالجملة ففعل الاساسي هني طبعا هو cleaned فاذا تذكرون قلت لكم نحط عليه دائرة شذية عشان ما انت خربط وبعدين قلنا بالحالة الاولى هذه اللي هي الحالة البسيطة الجملة الطبيعية هذه انزل كل شي قبل الفعل اهني صدفتان عندي كلمة واحدة فنقول I نزلناك أو قبل الفعل لو ان شاء الله عندي مليون كلمة بلحالة ذي راح نزل المليون كلمه كلهم الحين مكان الفعل شنو اسوي مكان الفعل راح اختار واحدة من حالات الهاف هذي واحدة من الاربعة هذولا متى احط هاف اذا كان عندي الفعل مضارع احط هاد اذا كان عندي الفعل بالماضي احط هاز اذا الفعل نهاية اس وحط هافنك اذا كان الفعل في اي ان جي طبعا انا عندي كليند نهاية ها اي دي يعني الفعل بالماضي فاكيد راح احط هاد بالحال هذي فنقول اي هاد وبعدين راح احط المفعول به وين المفعول به دايما يكون مكانا بعد الفعل الاساسي فكاهوة عندي هني my room هذا المفعول به فنقول I had my room وبعدين الفعل الاساسي رح نزله نهاية الجملة بالتصريف الثالث هني طبعا cleaned بالماضي البسيط هي نفسها بالتصريف الثالث لكن لو كان عندي الفعل مثلا بالing او اي شي ثاني رح ينزل بالتصريف الثالث بالشكل هذا فنقول I had my room cleaned اذكركم بس الحين بالفرق بين الجملتين شن الفرق لما اقول I cleaned my room ولما اقول I had my room cleaned نتذكر مع بعض قاعدة الكوزيتف لما اقول I cleaned my room صياغة طبيعية بالشكل هذا معناتها انا نظفت غرفتي بنفسي ان انا لقعتها خمها ومسح وكل شي بس لما اقول I had my room cleaned اللي هي صيغة الكوزيتف شن يعني معناتها احد ثاني نظف الغرفة حقي يعني مو انا اللي نظفت الغرفة لا احد ثاني اهو اللي نظف لي الغرفة بمعنى اخر الفاعل اللي موجود بداية الجملة هني مو اهو اللي ادى الفعل مو اهو اللي cleaned the room لا احد ثاني نظف الغرفة بدالة نشوف هني عندنا الحالة الثانية من حالات الكوزيتف يعطيني جملة مثل هذي I didn't clean my room myself اذا ملاحظين هني كأنه قاعد يقول لي انه هذي ترى حالة كوزيتف مو انا اللي نظفت غرفتي بنفسي معناتها شنو احد ثاني نظفها لي بما انه قلت ان احد ثاني نظف لي غرفتي معناتها انا قاعدة استخدم حالة الكوزيتف طيب شنو اسوي بالحالة هذي اذا شفت نفي وبالنهاية احيانا يحطوا لي myself او مثلا اذا كانت شي بالبداية يقولون herself وما الى ذلك احيانا هذي تكون موجودة احيانا ما تكون موجودة لكن اذا يابلي اذا شايفين هني عندي not بالشكل هذا شنو اسوي حاط لي didn't clean فهني شنو رح اصوي بالحالة هذي اذا عندي myself رح اشيلها او herself themselves اي ان كان الضمير بالحالة هذي رح ينشال زائد رح اشيل not لكن اذا ملاحظين did خليتها انا ما شلتها فتصير الجملة نوعا ما I did clean my room myself ايضا بحدد الفعل عندي وينه كهوة هذا كامل الفعل عندي ايضا الجملة عندي هني كلها بالماضي والفعل بالماضي يعني انا عارفة ان انا بحط هني هاد لان عندي الجملة اساسا بالماضي والدليل انه عندي كلمة did فشنو رح يصير هني طبعا ما عندي اي فعل ثاني او سوري ما عندي فعل ثاني بالجملة فبالحالة هذي اذا ملاحظين I وباجي الجملة نهائيا ما عندي اي شخص ثاني موجود بالجملة هذي فرح استخدم نفس الفعل اللي عندي هني رح تنزل I وعموما وجود الفعل بداية الجملة بحارة الكوستيف معنات انه ما ادى الفعل فنقدر نقول لم يؤدي الفعل بس عشان تكونون مركزين وياي فنزلنا I قلنا مكان هذا كله شنو رح انزل رح انزل هاد لان الفعل عندي مثل ما قلنا بالماضي بدليل وجود did بالحالة هذي فنقل I had انزل المفعول به I had my room وبعدين شا سوي الفعل ايضا رح ينزل بالتصريف الثالث فنقول clean مس يعني ما احط myself لأ طبعا شطبناها احنا مع النوت بالحالة هذي طيب نركز مع بعض وننتبه على الحالة الثالثة لحظوا الجملة هني شنو تقول my mother cleaned my room اذا كم شخص عندي بالجملة هذي عندي my mother وعندي I صح لانه my room اذا ملاحظين هني my room عندي حالة ملكية نوعا ما صح غرفتي انا اذا انا عندي حالة ملكية اذا شفنا حالة ملكية بالشكل هذا احيانا تكون موجودة حالة الملكية بصيغة S الملكية اللي هي فاصلة مع S احيانا نشوف تذي بالحالة هذي انا ما عندي فاصلة S فنقدر نشيلها اوكي انا بالحالة هذي ما عندي فاصلة S عندي my room اذا انا عارفة من الجملة ان منو اللي نظف لي الغرفة امي طبعا فmy mother هني ما رح تكون اه هي اللي رح ابدي فيها الجملة بالحالة هذي بما اني عندي شخصين بالجملة رح اشيل الطرف الاول اللي موجود بداية الجملة اللي هو my mother طيب هني مايروم هل ابدي الجملة بكلمة my لا طبعا مايصر ابدي الجملة بكلمة my فبدالها رح احط شنو رح اقول I اوكي وبعدين نرجع نكمل الجملة بشكل طبيعي مجرد ان انا حطيت ال I مكان my mother هني بالحالة هذي شلت my mother وحطيت بدالها I اكمل الجملة مثل ما هي عندي الفعل شفيه نهايته ED معنات الفعل بالماضي فنحط بدالها had I had وبعدين المفعول به my room والفعل ايضا ينزل بالتصريف الثالث فنقول cleaned طبعا في معلومة ممكن ان انا احل الجملة هذي على الطريقة القديمة ولكن الاصح اني احلها بالطريقة هذي الاصح ان انا احاول استنتج من الجملة منه الشخص اللي استفاد من عملية ال cleaning هني او ايا كان الفعل عندي من الشخص اللي استفاد طبعا I بالحالة هذي فرح اقول I had my room cleaned وشلت الشخص اللي اداللي الفعل اللي هو my mother بالحالة هذي اوكي الحالة الرابعة انا اشوفها مباشرة وايد خلنقرها ويا بعض my mother مرة ثانية cleaned the room for the boys اذا ملاحظين يعني واضح الجملة عندي هني انا ان امي شنو امي نظفت الغرفة حق الاولاد for the boys هني معناته منه اللي حصل على التنظيف او اللي غرفتهم تنظفت يعني the boys فبالحالة هذي طبعا اكيد قلنا بما انه عندي طرفين او شخصين بالجملة هذي اكيد الطرف الاول او الشخص الاول اللي هو my mother بالحالة هذي رح اشيله طبعا منه اللي نحطه بداية الجملة الشخص اللي استفاد من التنظيف منه او اللي تنظفت غرفتهم منه رح نقول the boys فابدي الجملة فيهم the boys مجرد مثل ما قلنا نفس الفيديو الاول الفرق شنو الفرق انه انا حطيت فاعل ثاني شلت الفاعل اللي موجود ببداية الجملة وحطيت لكم فاعل ثاني اللي هو منه the boys بالحالة هذي نرجع مرة ثانية الفعل عندك هو الفعل الاساسي شنو فيه نهايته ايدي معناته ايضا الفعل عندي بالماضي فاحط had the boys had وبعدين المفعل به اللي هو ذروم وبعدين اخر شي الفعل ينزل بالتصريف الثالث طيب ماذا شو سوي for the boys هذي بما انه انا حطيت the boys هني ما لدى عنا حط for the boys ايضا اشيلها ابتشدين كن لخصنا الحالات الاضافية مالة الكوزيتف الحالة الاساسية اللي هي الاولى وبعدين عندي ثلاث حالات اضافية بس للتنويه انه غالبا حالة الكوزيتف او قاعدة الكوزيتف غالبا التي اختياري بالسنوات الاخيرة كلتي اختياري فعلشان شذي يمكن ما رح نحتاج الا الحالة الاساسية اللي هي الاولى لكن احتياطا لو يابلي جملة ويابيني احولها الا انتو عارفين الحالات الاربعة كاملة مالة الكوزيتف اوكي خلنا اخذ الحين تمارين اضافية وجملة اضافية على الحالات اليديدة هذه يقول لي هاز هاد وبعدين المفعول به اللي هو the table وبعدين الفعل بالتصريف الثالث يعني مونا هاز هاد the table prepared بالشكل هذا انزين ننتبه على الجملة هذي لحظوا شنو حاطلي حاطلي the students aren't حالة نفي so the students aren't going to solve the questions alone اهني بدل ما يحطلي themselves حاطلي alone فنفس الفكرة هني رح اشيل alone اذا شفت alone مثلا اعتبروها كأنها themselves myself herself so انشيل alone وانشيل شنو طبعا رح انشيل النفي احيانا ما يحطلي لا alone ولا herself ولا اي شي ثاني مجرد يحطلي بالشكل هذا the students aren't going to solve the questions ويوقف لهني بالحالة هذي مو مشكلة مجرد ان انا اشيل النوت اما اذا حطلي اي ضمير مثل ما قلنا myself themselves herself او حطلي alone رح اشيله من نهاية الجملة طيب شنو اسويهني ايضا انا ممبين عندي بالجملة ان عندي اي شخص ثاني مذكور عدل بس the students ابلش الجملة بكلمة the students ما اضطرت ان اغير الفاعل ليش ما اغيرت الفاعل مرة ثانية لان ما عندي اي شخص ثاني مذكور بالجملة مجرد the students سو قلنا the students وبعدين شنو اسوي رح نقول are going to have ليش سوتي هذا كل لمس اذكركم مرة ثانية خلنا اخذ لون ثاني عشان بس يصير اوضح قلنا الفعل الاساسي وينا كهوة هذا هو solve عدل فمجرد ان انا شلت النوت بالشكل هذا الباجي كلها رح ينزل طبيعي are going to مثل ما اتفقنا مثل ما حلينا الحالة الاولى ما لتلكوزيتف اللي موجودة بالفيديو السابق so the students are going to have بدل solve ونكمل الجملة المفعول به اللي هو the questions وبعدين الفعل عندي اللي هو solve رح ينزل بالتصريف الثالث فتصير solved so the students are going to have the questions solved ننتبه على الجملة هذي يقولي the engineer will install كهواضح عندي الفعل الاساسي صح so the engineer will install the software on مونة's computer فإذن كم شخص مذكور عندي اللي ببداية الجملة طبعا اللي هو the engineer الشخص الثاني منه مونة إذن شنو أسوي رح أشيل الشخص اللي موجود ببداية الجملة على طول the engineer شلنا منو نحط بدالة رح نحط مونة طبعا كعندي فاصلة S اللي هي مالة الملكية عدل فإذن الشخص عندي أو الفاعل أو اللي رح أبدي فيه الجملة منه رح نبدي الجملة بكلمة مونة لأنه من الشخص اللي استفاد من التصليح أو من تحميل البرنامج مونة بالحالة هذه سو رح نقول مونة طبعا هذا الفعل الأساسي عندي إذا ملاحظين الفعل بالمضارع من دون الاس يعني رح أحط هاف اللي قبل رح ينزل اللي هو will so مونة will have المفعول به اللي هو the soft where وبعدين طبعا شو نسوي بكلمة install رح نحول ها إلى التصريف الثالث فرح تصير installed طيب مس يصير أنا أكمل يصير أنا أكمل الجملة هنا وأقول on her computer يصير طبعا وإذا ما حطيت ها أيضا الجملة سليمة مو مشكلة نشوف المثال الأخير يقول I had written the report for my friend إذا شم شخص مذكور عندي I وعندي my friend إذا شنو أسوي الشيء للشخص الأول على طول من بحط بدالة رح أحط my friend فنبلش غيرنا الفاعل اللي موجود ببداية الجملة أم شي طبيعي مثل ما سوينا بالفيديو الأول ما القوز نحدد الفعل الأساسي اللي هو منه اللي هو written بالحالة هذي شي سوي باللي قبل رح ينزل فرح نقول my friend had وبعدين مكان الفعل هني بما أنه تصريف ثالث معنا أحط بدالة had ثانية فنقول my friend had had the report وبعدين ينزل الفعل بالتصريف الثالث يعني Britain بالشكل هذا هل في داع أني أضع for my friend مرة ثانية لا نقلنا my friend بداية الجملة و for طبعا أيضا راح أشيلها غالبا بالامتحان أتيكم قاعدة الكوزتف بالشكل هذا أتيني على شكل اختياري فحطيت لكم هني تمرين أنا أحب طالباتي وحتى بدوراتي استخدم التمرين هذا أو ورقة العمل هذه فأتمنى أنكم تستفيدون منها إذا يتختياري دائما تخربط الطلبة والطالبات إنه نمس شلون أحلها نحن تعلمنا جملة شلون نحولها بس لو يعني اختياري شنو أسوي بالحال هذي لازم أركز على الكي ورد بالجملة طبعا الكي ورد الكي يساعدني اني اختار التصريف السليم حق الهاف أو حق الفعل الثاني اللي موجود عندي خنشوف هني الجملة الأولى هني يقول I فراغ my haircut طبعا هني hair بروح وcut hair اللي هو يعني my hair هذا المفعول به وcut اللي هو الفعل بالتصريف الثالث بالحالة هذه So I فراغ my past simple إذن أنا لازم أكون عارفة الشغلة هذه بما أن past simple يعني ماضي بسيط أكيد ما أقدر استخدم having بروح ها وطبعا أي فعل بال ing لازم يكون قبل verb to be لازم يكون عندي is am are was where فإذن هني ما عندي قبل الفراغ الحشي هذا فما أقدر أستخدم ها نلاحظ هني كاتب لي a حاط لي have have استخدمها بحالة المضارع وأنا عندي الجملة بالماضي فما أقدر استخدم have عندي had ولا have had طبعا last friday من كيورد الماضي البسيط إذن بالحالة هذه رح أختار had أما have had have هذي شنو حق present perfect اللي هي have والتصريف الثالث فما أقدر repeat at the garage tonight طبعا كلنا عارفين ان tonight هذي كيورد حق future وال future طبعا ممكن عبر عنه باستخدام will وممكن عبر عنه ايضا باستخدام going to والفعل بالمصدر أو اني استخدم is am or مع الفعل بال ing فطبعا وين هم هني عندي had had هذي طبعا past perfect اللي had had والتصريف الثالث دايما نعتبر الhad الثانية هذي هي الفعل الاساسي فطبعا هني عندي شنو عندي had مع التصريف الثالث هذه past perfect ما راح استخدمها نشوف الاولى had 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 قلنا حق past simple ماضي بسيط اذا انا ما بيستخدمها عندي having وعندي am having طبعا مثل ما قلت توني بالسؤال اللي قبل ما يصير استخدم اي فعل مع ing وما يكون قبل verb to be is am are was where وهني انا ما عندي قبل الفراغ فاكيد حتى هذي بشيلها فتصير اجابتي am having the present continuous مثل ما اتفقنا يعبر عن future في بعض الحالات نشوف اللي وراها number three نزوم شوي اكثر عشان تصير واضحة بالشكل هذا اللي بعد شن يقول she had last weekend هني ما يبيني اختار التصريف هني يبي يشوف هل انا فاهمة ترتيب حالة causative ولا مو فاهمة فحط لي the car wash طبعا ما اقدر اخذها بالحالة هذي ليش هو حط لي المفعول به قبل وبعدين الفعل صح الترتيب سليم لكن الفعل المفروض يكون عندي بالتصريف الثالث وانا عندي هني الفعل مضارع فما اقدر استخدم هذي وما اقدر اقول washed the car لان المفروض ان الفعل يكون وراهم كلهم مثل ما اتفقنا والمفعول به هو اللي يكون قبل يعني هني معكوسين فما اقدر اخذهم يقول washing the car ما اقدر اخذها لان الفعل في ing المفروض يكون تصريف ثالث فاذا شنو الاجابة تصير the car washed نشوف اللي وراها we فراغ او already repainted already هذي كيوارد شنو كيوارد present perfect شنو present perfect اللي هو have او has مع الفعل بالتصريف الثالث خنشوف الاختيارات كاملين شذي بالشكل هذا طبعا هني حاطلي are having هذي present continuous ما ابيها وبعدين حاطلي هني هذي ماضي بسيط ما ابيها عندي where ما لها شغل بقاعدة الكوزتيف اصلا وبعدين هني حاطلي have و had معناته شنو معناته هذه have والتصريف الثالث يم هياني هذه اجابتي نشوف اللي وراها we فراغ our garden our garden replanted tomorrow كهية واضحة عندي بما ان tomorrow اكيد بحط will have لان عندي حالة future نشوف اللي وراها missus crane had her house فراغ last summer هني يابي يشوف اذا انا فاهم ان الفعل لازم يكون عندي بالتصريف الثالث فاكيد احنا عارفين had حاطلي had وبعدين المفعول به وبعدين يابين اختار الفعل اذا هذي حالة causative فانا عارفة بحالة الفعل دائما يكون بالتصريف الثالث يعني كهوهني decorated نشوف اللي وراها the teacher had فراغ in three thousand words ايضا حاطلي الاختيارات the research paper right المفروض الفعل يكون بالتصريف الثالث كترتيب كهذا المفعول به موجود قبل وبعدين الفعل موجود بالتصريف الثالث فما اقدر اخذ كهي الاجابة the research paper written ان الفعل يكون بالنهاية كهوه ويكون دائما بالتصريف الثالث اهني طبعا الفعل مكان غلط ياي قبل المفعول به نشوف اللي بعده اللي بعده يقول لي I فراغ these documents typed tomorrow واضحة بما ان tomorrow اكيد لازم يكون عندي شنو will مع infinitive so will have ممكن احد يسألني طبعا هذه اجابة مكررة عندي having having ممكن احد يسألني miss k لماذا خطر b يعني الاختيار number b هذا مثل ما انتم شايفين عندي continuous miss انتي قيلتي ل present continuous يعبر عن future انا عندي tomorrow kahya تعبر عن future صح بس انا شنو نقصها عندي هني يقلنا المفروض يكون عندي am او is او are present continuous يعني المفروض اقول i am having وبما ان ما عندي am بالحالة هذي فاكيد ما اقدر اختار having بروحة وهات طبعا مثل ما قلنا ماضي بسيط اللي وراها the manager فراغ the article edited now هذي now مالت شنو مالت present continuous طبعا شنو present continuous is am are والفعل بال ing كهي انا عندي is having نشوف number ten اللي وراها my mother is going to have فراغ this evening طبعا this evening وعندي is going to هذي احنا عارفين انها مالت the future بس هني ما يريد مني تصريب فعل فنشوف الاختيارات ويا بعض يقول clean the carpet طبعا الفعل ما نبي يكون بما انها هذه حالة causative اذا ملاحظين كه وحاط ل have already بما انها حالة causative الفعل ما يكون بالبداية يكون وراهم فهل نقول the carpets clean ولا the carpets cleaned طبعا اكيد the carpets cleaned ان الفعل لازم يكون دائما بالتصريف الثالث نشوف الجملة الاخيرة الحالة الاخيرة سهلة وايد they have just had already مصرفها لي وحاطها لي بصيغة causative حاط لي had وبعدين شنو طبعا have كاهية وhad وبعدين حاط المفعول به they have just had their shed فراغ اذا هذه حالة causative عندي مثل ما انت شايفين هني حاط لي have had والمفعول به وبعدين يبين اختار بلت بالحالة هذه وبشذين كن سوينا مراجعة شام لحق قاعدة causative اتمنى انتو تكونون استفدتم منها